السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين النهاردة معانا بسكوت العيد هنعمل مع بعض بسكوت العيد بالكيس زي الافران والمحلات وهنعمل كمان بسكوت المكنة اللي كنوا بنعمله زمان مع امهاتنا وجدتنا هنشوف مع بعض اول حاجة المقاذير بتاعتنا وهنعمل دي مقاذير بسكوت المكنة حوالي ستمية وخمسين جرام دقيق يعني خمس كبيات الا معلقة او معلقتين و300 جرام سكر بودرة هنشوف مع بعض هيبقى حوالي كبيتين مليانين سكر بودرة الكباية حوالي 150 جرام وهنحتاج كمان 300 جرام زبدة بدرجة حرارة التلاجة هنشوف مع بعض هيعمل قد ايه حوالي كباية ونص زبدة انا عن نفسي بحب اشتغل بالجرام بس انا حاولت اقربها لكو بالكبيات وده شكل الكباية اللي بستخدمها دلوقتي معاينا المقاذير بتاعتنا كلها 300 جرام سكر بودرة 300 جرام زبدة 3 بضغط 75 ملي لبن يعني ثلث كباية لبن و650 جرام دقيق يعني حوالي خمس كباية دقيق اللي حاجة بسيطة واحد ونص معلقة صغيرة ممسوحة من بيكنج بودر ومعايا كمان كيس فانيليا ومعايا معلقتين كبار مليانين من النشا نشوف مع بعض الوقت هنبدأ بايه اول حاجة في المضرب بتاعي هنزل بالزبدة وتكون بردة من التلاجة وكمان السكر البودرة طبعا بدل قلت سكر بودرة يبقى لازم يكون منخول بس انا المضرب بتاعي ده بيطحن كويس او التكترات اللي في السكر فما بحتاجش اني اطحنه قبلها لكن لو مضرب شبك يفضل اني اطحنه طب هنتكلم مع بعض برضو على حاجة انه بدل في زبدة يبقى لازم السكر يكون بودرة ما ينفعش بسكر الشاي العادي او حتى اطحن السكر الشاي بتاعنا لانه برضو هينشف البسكوت معايا طيب علشان المرحلة دي تنجح لازم اوصل بالضرب لحد ما يبقى الخليط بتاعي كريمي هاش لونه فاتح وحجمه يتضاعف مرة واثنين ودي اربع عوامل مهمة جدا اوصل لها علشان نجاح البسكوت بتاعي بعد ما اوصل للمراحل دي هبدأ انزل بالبيض بتاعي بيضة بيضة وخلي بالكو البيض لازم يبقى بدرجة حرارة الغرفة علشان الزبدة ما تفصلش معايا هنزل بالبيض ودايما نازم انظف الحالة بتاعتي من الجوانب علشان خاطر الخليط كله وينزل ويتجانس معايا ويختلط كويس نزلت بالبيض والفانيليا ودلوقتي دور اللبن هنزل باللبن كمان معايا واخلط كويس لحد ما يختفي دلوقتي معايا المواد الجافة 650 جرام دي احط معايا معلقة نص صغيرة بيكنج بودر ومعلقتين كبار من النشا وكمان معايا زرة الملح وهقلبهم كلهم كويس مع بعض وهبدأ انزل على الخليط بتاعي اللي في المضرب بمعايا معلقة معلقة من الدقيق وهشغل المضرب كويس لحد ما يختلطوا انا بابدر مشغل المضرب شوية تقريبا لحد نص كمية الدقيق اما بسكوت المكنة بيبقى يضوبك في اول مرحلة من ان هو ما يلزقش في ايدي مجرد انه يبقى متماسك بسيط وما بيلزقش خلاص في ايدي على طول ما بحطش عليه الدقيق وبرفعه ده اللي انا بعمله اهو دلوقتي انا سبت ثلاث معالق كبار من الدقيق وهاخد شوية علشان احطهم في الكيل زي ما انتو شايفين القواني بتاعه زي ما قولنا كريمي وهشغل وبيلزق اهو زي ما انتو شايفين في في المعلقة والباقي الدقيق طبعا مش احتاجه كله لاني خدت كمية كبيرة من الرعجينة هبدأ بمعلقة معلقة وقلب اول ما يبقى خلاص مش بيلزق بسيط خالص ساعتها هركنه على جنب وعشان اشتغل بيه في المكنة وخلي بالكو معالقة الدقيق بتفرق جدا في السوا بتاع البسكوت ممكن تنشفه وممكن تخليها الشوطر طيب دلوقتي معانا اهي البلبلة اللي هنعمل بيها هنقطع بيها بسكوت الكيس حطتها في كيس الحلواني وهبدأ اشتغل في الصينية على فكرة كل مخبوزات العيد ما بتحتكش اني انا ادهن الصينية اي مادة دهنية هي فيها مادة دهنية كفاية تخليها ما تلزقش في الصينية بتاعتي نتكلم دلوقتي عن حاجة تانية انا دلوقتي عاملة ما ادير البسكوت بالفانيليا طب لو احنا عايزينها بالكاكاو مثلا هشيل معلقتين كبار من مقدار الدقيق وهبدلهم بالكاكاو طب لو عايزها بالبرتقان هضيف على المقدار بتاعي انا بتكلم على سلتمائة وخمسين جرام دقيق هضيف عليهم حوالي اه نص معلقة صغيرة من روح البرتقان طيب ودي بتجمل عند العطار طبعا طب لو عايزها بالنشادر طبعا النشادر عامل رفع فحط ربع معلقة صغيرة نشادر وهشيل نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان البسكوت ما يفرش معايا وساعتها دوبها في اللبن اللي بحطه على خليط الزبدة والسكر والبيض طبعا ما كانش ينفع اخلص كل كمية البسكوت لوحدي بالكيس لان دي حدث مهم جدا في البيض بدل بنعمل البسكوت يبقى فيه مكنة وبدل فيه المكنة لازم كل واحد ياخد دوره اللي بيحجز انه يلف المكنة واللي بيحجز انه يقطع البسكوت بتبقى لعبة يعني وطبعا انا مقدرش احرم منها الولاد لانها بتسيب جواهم ذكري حلوة للعيد طبعا كنت بعمل وبنت اديها ملاحق ايدي على طول مش سيباني على فكرة البسكوت وكل مخبوزات العيد يفضل انها تخبص في صواني المونيا يعني انا بشيل البسواني دي من العيد للعيد وخده خلصنا خلاص قطعنا كل الكمية بتاعتنا ودخلناها الفرن بسكوت الكيس بياخد حوالي من 10-12 دقيقة لان كمية دي فيه اقل اما بسكوت المكنة بيقعد لحد 15 دقيقة وطلعنا وهو زي ما انتوا شايفين يارب ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وبالفهنة